موسيقى مية هلا بجميع مشاهدين الكرام اللي يشاهدون عبر قناة زاكروس الفضائية ببرنامج طواهر طواهرنا من داخل مجتمعنا وأكيد راح تكون عميقة بحلقتنا لهذا اليوم والرمضانكم خير ومحبا وعافيا وينعاد عليكم بالصحة والبركة والرمضانكم أحلى ولكن ويايا ويا قناة زاكروس راح يكون أحلى من بعد هذا الفاصل وراجعين وياكم موسيقى عدنا وياكم من بعد هذا الفاصل راح نشاهد أولى ظواهرنا بحلقتنا لهذا اليوم راح تتكلم عن الابتزاز الالكتروني للبنات أحنا نلاحظ أنه البنات بالفترة الأخيرة ديكونون بعفاء ما ديقدرون يدافعون عن نفسهم ما ديقدرون يأخذوا الحقهم من الشباب الشباب تسلطوا أكثر وصاروا عندهم بقدرة أكثر حتى يبتزون البنت ما أطور عليكم بالكرام خلي نروح لشاهد السور مسار الشون فتزها بهالبنت وراجعة لكم موسيقى 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 كيف تلي الأمان الباحر وصيتش بيها؟ جبت لك بس 500 ما عندي شموة؟ 500 ما عندي نورا أنا متفق وياك ألف دولار أعتقد أهواء مطيتك؟ مسار؟ نورا ياخد للشغلة وحنا أقول شاء الله ممتني أمان كثيراً كل واحد عندهم عمان سيارات موسيقى أنت الفلوس عندكم هوايا خياركم هوايا يعني أنت تنداخل على الطمع وياي؟ طمعت بس يتعفين بحالتي موسيقى يعني حالتك ضعيفة تجي تاخد من عنديا وأنا ما خليت لا أبوي ولا أمي ولا أخوي وكلهم بقيت منعدهم في سبيل أمطيك إليك ما عندي وآني شلون يعني بيا؟ نورا حقول لشي واحد أنا ما عند أطول الكلام وياكش صورت يمي المقاطع الفيديو يمي تعافين مقاطع الفيديو شنو اليمي والصور اليمي الصور تعافين مو؟ سمعيني تعافين إذا أنا الزهن بالقلوب مالجانة عشيس البيت تعافين أبو شي سويليك أخوتي شي سوونيك تعافين؟ أخو شي سويليك؟ زين أنت مغزر بيك العشرة شون؟ العشرة مغزرت بيك أتطبة والطلعة أنت موادمين؟ أمنت بيك أنت موادمين؟ يا حقير يا أتجاوزي أتجاوزي ونصي لأنه لنا تتجاوزي تخلينا مديدة عليك ما حدك؟ تاهمتي؟ ما حدك تمد إيدك؟ أنت اللعنة وكافي بعد أنت الظهر أنت موادمية؟ لا أنت موادمية أنظهر أنت موادمية تلينا فضحك في الجامعة ومش مرة مريضة فباحني مو؟ وش رأيك أفضحك منا آني؟ شون؟ ش رأيك أفضحك منا آني؟ صوتك منا عالم جيب تليفون تبليتش؟ تليفون شنا؟ كافي بعد آسفين آسفين حبي آسفين أنت شينو تضحكين علي؟ أي أنا مضحك علي أنت اللي ضحك علي صوتك منا عالم مين أجيب لك فلوس بعد؟ لا دخلينا تجاوز مين أجيب لك؟ مين؟ مين أجيب لك؟ مين؟ مين أجيب لك بعد؟ أموك عدة فلوسي هو شو عليك بأبوية؟ بسبب والله أفضحك عملا مننا على الساحير أفضحك مننا كافي بعد قادي؟ كافي يا حقيق قادي خلحت وياك؟ لا أخذ وياك كل شيء ما يمج عليها أخير نذل بقد أضحكت علي أبل ما توقعك؟ صوري يما ده يهدني بي شو هتستهدين؟ عافو ما أقبت اسمحني أخويا اسمحني حبيبي أسه بس اسمح لي حبيبي صوتك أصبت منك؟ كيف تسو إلى الأحد لك؟ قاعدة يا زنين تقويا بالكلية يا اخوية. قاعدة استاهمها لزيدك. بس اسمح لي. انا اقول لك لزيدك. اشو انت ما تحترم. بس لا. اخذ تلفون ايه هزتنيم صوري. ايه بي صوري. هون تلفون خلت. بس اسمح لي. بس خلت. بس خلت. شو. بس خلت. شو انت. شو انت? تضر. ايه هزتني. بس خلت. ايه هزتني. ما هزتني؟. استعد. في السمح لها تجربة اشتمعي فهواني. تفضل. ثواني. فهواني. ما عنده غيره. اللا تحتاج. التي تخويها لها. ليس ثماني. انا اصفر. و بس ثماني. هنهدأ. فضل هنا. افضل حقيقا. بس هنبتعد عن المهم لانه ينقضب علينا يصيح حقيقة. فضل هنا. بس هضل هنا. فضل. دار لي على الكاميرا. هنا كاميرا خفية وتجربة اجتماعية بس تفضلي هنا يا امي تعال نور تعال مسار بس التليفون ما تريد التليفون بيصور لا لا ما بيصور تجربة اجتماعية هذا كله اللي شفته تمثيل احنا دريد نوصل فالظاهرة فاتفكرة للمشاهدين الكرام انه هاي الظاهرة تنتشر بالآونا الأخيرة انه الشاب اللي هو مسار ده يتجسد هاي الشخصية ده يهدد نور هم ده تجسد هاي الشخصية اللي هي لبنية المفطهدة نعم يعني انا قاعد انا قاعد يعني انا قاعد وشوفت عن الموضوع ردا نرقل يعني ما قد انا هذا ما تحملت الموضوع طيب انت من ايش وقت بديت تسمع الحوار وش وقت قمت اتدخلت انا قبل شوية قبل يعني ايش ربع ساهيش تقريبا سمعت انا حشي بس قلت ما قلت عائلة وشوفاي بعدين صارت شفتها فلوس وهاي لازم اتدخل يعني ما يصر وها نعم من صيحات اتدخلت نعم يعني ما يصر هاي يعني هاي ظاهرة منتشرة يا صدق بس يعني ما يصر يعني لازم واحد يعني عنده غيره وعنده هاي بيصر زيان من هم ليتجزدون شخصيات صعبة بس موجودة بالمجتمع نعم نور ومسار هم هاي الشخصيات اللي داردين نوصل من خلالهم هاي الرسالة للمشاهدين الكرام نعم فتتوقع الرسالة هتوصل طبعا نتوصل الى كل ما يتابع هاي القرناة طبعا لكل المشاهدين طبعا طيب اشتنصح الشباب والبنات بهاي المواقف اللي صير بالعونة الأخيرة نصح مبعدون عن هاي الشراطاي لاني ميسر زيان وهي التهوش يهمني هاي ما الاهل هم لازم شسمي لازم يراقبوهم بالنسبة للأهل الآن اريد اسأل نور انه هي ده جسد هاي الشخصيه انت كابنية الاهل شنو عليهم يتابعون كحفاظ الليبنية حتى متوقع بهاي الأخطاء من ينطوهم تليفون لازم يراقبون يعني تليفوناتهم دائما يفتشوهم يعرفون يعني شنو بي شنو ما بي فالمفروض هالشي طيب وانت مسار بخصوص الأهل شنو اللي عليهم يسووا ويا البنات ويا الولد ست نور هاي الحالة موجودة بالمجتمع عندنا يعني كثانة هاي الحالة المفروض يعني تابعون الموبايلات والبنية ماثق يعني لأي واحد يدزل الصور يعني ترغبون الخراب بدي يصير كله من المواقع التواصل الاجتماعي والانترنت والسوشال ميديا شكرا يعني نور اني ممثنة لألتش ولحضرتك أيضا شكرا على هاي رادات الفعل الجميلة طبع شكركم على هذا يعني على هاي اللعن تهترا لازم تروح تحلل سكر وضغط وكل شي اللي ما هتحملت انا ما هتحمل اش يعني يصير شي ببالي اللي ما هتحمل يعني الله خلي أعقب على شغلة لاحظت الشباب كباحة القصورنا يعني عندهم غيرة حلوة حد البنات اذا دات لاحظين دا يدخلون بقوع أي صحيح عيوني شكرا لك مسار شكرا لألك ايضا واني اعتذر عن اي شي يصل شكرا لك مشاهدين الكرام اللي هنا انتهت هاي الظاهرة ولكن مستمرين بظواهرنا من اجلكم ومن اجل انه انتو تصحون بتوصلكم الرسالة بشكل صحيح شكرا لألكم شكرا لمتابعتكم من بعد ما شاهدنا اولى ظواهرنا اللي كانت تتكلم عن الابتزاز للبنات حاليا هننتقل لظاهرة ثانية وهي تتكلم عن التقصير بحق العائلة وعن التقصير بحق الاسرة والاطفال اكيد الشاب العراقي لما يقرر يزواج ويخطها الخطوة الجدية لازم يكون قادر على تحمل مسئولية وفتح بيت وعدم التقصير بحق العائلة والاطفال دعونا نشوف مسارتها من قادر على تحمل هذه المسئولية لو لا وراجع لكم ماذا تريد أن أقوم به؟ أخذ العصايا لا أقوم به شيئاً أنا أخذ عمر هم شبك؟ أنت طولان السانة ما به الشبك يا الولد؟ متويت بها مع المنتك سأخذ بحالة نفسية حرام عليك ليس شايل فلوس لا شايل فلوس ليس شايل فلوس لا تستاهل لماذا لا نستاهل حرام عليك كشوفة بهذل لبس موان أوادم بدي البن لبس موان أوادم يشكوا فيها لا تشتغل يشتغل؟ أنا علمك في البيت حتى مدرسة بطلة؟ ليس حرام عليك؟ طب مرض أنا علمك في البيت تعالي لسانك ما علمتك؟ تعال حبيبي ما لك علاقة بي تعال تعال أبوك جاي أخذ جقائر مع السلطة حيني منها العالم ماذا نأخذ بك؟ ماذا نأخذ بك؟ خطيئة حارمة من كل شيء ترى أنت لا يستاهل لا أنت ولا بدي لماذا لا نستاهل؟ لا أنت ولا بدي ماذا؟ ماذا؟ حارمنا من كل شيء من الطلعة من الطبم من الأكل من الشرب جاي أخذ؟ ماذا تنتقم من عندنا؟ ما أخذني فصلية؟ لا دعنا نتجاوز عليك هنا أنا علمك في البيت اليوم تأخذي لبنة كيف تحين لهلك؟ اي أروح أروح لا إن شاء الله أبقي أمك تعال ماما ما لك علاقة بي أنا علمك في البيت أي حاجة ما تأخذي؟ من أخذ؟ لا أخذي لن نتجاوز عليك نحن نتجاوز عليك نحن نتجاوز عليك وأنا أعلمك ما تتعلم؟ ماذا تتعلم؟ رفق ماما نحن أول وثالي نحن نتجاوز عليك لا تقهار لن تقهار لن تقهار لن تقهار عائلتي ولا أستغفر الله هل أنت حضرتك؟ هل أنت تعمل له؟ حبيبا نحن نتجاوز عليك لن تعمل معاملة حلوة لن تعمل معاملة حلوة مكان عام يا الله ألو ألو أنا أعود أن ترى أن يأخذ هذا الدور يفعل علينا كذلك دعني أخذ هذا أه عيني أه حبيبي شخ بارس أشبب العمدك هذا الطيب أه أنا أخذ بالشغلة أخذ أين هذا العصر؟ هذا تريد أنت لا أريد أن أحصل على المطعم حبيبي يجوز جيدا أخذ فقط هذا أبوك الفقر لا يشتري أعمل أن أماما أماما أذهب 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 إلى المنزل أذهب إلى المنزل أذهب إلى المنزل أذهب إلى المنزل سلام عليكم أجل أجل أحصل على المنزل لا أجل لا أجل مثل ما أرى أننا قال لم يكن للأسف أننا قادر على تحمل هذه المسؤولية او قصر بحق اطفاله وزوجته بل الزوجة ممكن الواحد يقصر لحقها ممكن واحد بالمئة اثنين بالمئة عشرة بالمئة تقدر تاخذ من اهلها عدها شغل ولكن الاطفال ما من الممكن الواحد يقصر عليهم لان لا عندهم شغل ولا عندهم احد ثاني غير الاهل يصرف عليهم حيكونون بحاجة ولي حسرة الكثير من الامور حاليا شفنا مسار ليش قصر عليهم وشنو كان سبب التقصير وفضل نفسه والمعسل والجي قائر وفضل عشيق تايظة خلي الروح نشاهد مسار هل الناس ضغلت النظر عن تصرفه لو اتدخلت بهذه الظاهرة شنو رجعه؟ ادخلينا اتجاوز عليك قد ابنك اي خطيئة انا قلت لك انا انا قلت لك انا لا تصيح عليك انا شون انا هذا صور ارجح الحبيب بس اني مجي قائر ومعسل لماذا يرجح؟ انا احنا ما اخذنا حتى يرجح احنا مديدة عالية اقل ليش ما شايف لسلطف الان قدام العالم اه شبك بسار اخوي انا اخوي انا محتاجك انا اخوي محتاجك انا اخوي ما يصريك حبيبي صوتك صالك صالك عالي عليهم انا ازويش انا ازويش لماذا ازوجتك هكو مكان عام ومنا انا مونا انا حبيبي هذا مكان عام عندك مشاكل وياروح لها بالبيت افجحنا هذن حبيبي ماذا سالفتك سالك سعصة عليهم اخويص تشمري اينfs ما انا عندك مكان بالبيت ماذا سفجح بصري ماذا بص�� اخويخوا مسايخ basic محتاج محتاجك حني اشاء لطفية اوش mates ماذا redeem ماذاarr ماذا مما انت كل سائل ماذا سعرتك ما هذا؟ ما سألتك؟ تصلي ما أصيح عليك ما يصير إيتي؟ عندك مقبع عندك مكان بالبيت لتحاجة مالي هنا تحاجيها دير بالك ما يصير؟ لا تصلي صوتك ما أعلصتي؟ ما أعلصتي؟ استاذ؟ استاذ بس استواني ما سألتك؟ تجربة اجتماعية تجربة اجتماعية بس نهدأ قليلا ارجعنا تفضلي هنا ما تجربة اجتماعية؟ مسار ممثل ليس وجه النور أبدا لا يصير نهدأ قليلا نحن بتجربة اجتماعية تتكلم عن الواقع حيالة السيارة لا يصير عاملها معاملة ونحن مكان عام لو بالبيت عندها مشاكل حلها بالبيت مهنانة هو بشي تمثيل بس هو حقيقتر موجود صح لا مصح؟ شي اكيد موجودة هو اي ناس يتعامل امه او زوجته مع عاملة مو حلوة ما يصير هيته انه لازم شخص يحترم المكان هو بي عنده مشاكل حلها بالبيت مهنانة هو قصر تجاه طفلة وتجاه زوجته مو بس عاملهم بطريقة محلوة ومفضل ايضا امرأة اخرى عليهم اذا سمعت المكالمة كهواي حالاتها يصير هنا بالمجتمع انه يخابر وما مهتم بزوجته ولا بابنه انه يصرف على صاحبته او صديقته او شسمه عايف زوجته وعايف مرته حالتهم كل اشتعبان لا يصرف عليهم تلقاوا يا امم مقصروا يا عائلته لا يصير هاي الرسالة حلوة وانا اعتذر حبيب خاب انا نعتذر منك اكيد على الموقف اللي خليناك به تفضلي هنا يمي ولكن احنا حبينا نشوف ردة فعلك هل كنت رح تدخل ولا لا تدخل انه الكثير من الناس اللي يتجنبون هذا الموضوع ما يخلون نفسهم بهش موقفه ما بين عائلة نقدر نقول يعني انه تحفظ على نفسهم وتعرف انت بالاونية الاخيرة في حالة واحد الدخل كثير من المشاكل ممكن تصيبها احنا ندخل ان نشوف هاي الحالة هنا موجودة ما يصير انه اكو حالات هواي لازم تتكرر وهي هاي الرسالة ان شاء الله توصل انه الشخص يعامل زوجته ويعامل امه وعائلته معاملة حلوة ما يصير يطلع ويعاملها بمكان عام هي تشي ما شعيني وانا اعتذر خاب سببتلك ازعاج ايني واني عاسو تكتر تكمل تبضعك تشفران عليك فضل المسار هنا وانا احجيري مسار طبعا ستنون اول شغل هاي الظاهرة موجودة بالمجتمع مالتنا اغلب المزوجين يفضل نفسه يفضل راحته على عائلته وعلى اطفاله وبرغم هاي اطفال راح وضحايا يعني مستقبلهم راحوا هاي ان شاء الله من خلال قناتنا وقنات زاكروس وبرنامج مالتنا ان شاء الله نوصل هاي ان شاء الله جهودك وبجهود نور هي ام المشاكل ايه مو بالله والله مسار فرحانة انت ام المشاكل خلي الناس كلها تكتل اهم شي انكتل احنا شنو متحلكين بنهاية الحلقة بنهاية البرنامج كلها نظر مستشفى ـ خلال مستشفى ـ شكرا لك مسار شكرا لقلت شانور متأكد مشاهدين الكرا ومستمرين مظاهرنا وتأكيد رسالتنا هادفة على طول من داخل قنات زاكروس الفضائية مستمرين برسائلنا المفيدة للكم وانتظرونا في ظاهر اخرى ويمكن هناك مكان اخر مثل ما شاهدنا هذه الظاهرة كانت جدا قاسية لأن كان بها أطفال ولكن الناس أكيد اتدخلوا بهذه الظاهرة وأخذوا حق الزوجة والأطفال من المسار ضحيتنا على طول المسار للأسف حاليا سنتقل لظاهرة أخرى بواهرنا متنسيها على طول قناة زاكروس الفضائية تحاول توعي المجتمع العراقي والشباب العراقيين خاصة الظاهرة الأخيرة ستتكلم عن التحرش للأسف البنات مضي أخبر راحتهم في المجتمع العراقي دون ما أطولوا إياكم بالحوار والحشي سنتقل لظاهرة التحرش ونشوف مسار سنتحارش بهذه البن شون اشوف انت ذوقش حلو هاي وشالة يا اياني اكو موظفات هنا تقدر تسألهم والله تشيرت حلو هاذا شو اكمتلي انت بيكشي بلابس سيداخن ملابس لبن اختي روح لي خات اخذ اكو هوايا بلابس هنا هادا تشوف روح اخذ براحتك السؤال الملابس عطرهم طيب لو المحل عطره طيب ما ادري شن هاي الشامة الشايلة شن هاي انتسو ما ادري هذا مريض ما اعرف شميه شما احنا مجمع يعاني شون اخوه جايشة النابس احنا مجمعها تشتغلون نعم ها ما احنا تطلع اختي اختي ما عندي خواتنا اهلك ما زوج ورق زوجت بي لا ما شردحت بي لك ما عندي أنا هو ما شردحت بي لك بس حوالي نحن يا الله لو عندي ما خليش اتطلعين ترى انت وليش ما صخت هيدا بسز ترى شبيه 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 شغتي و وضع دوني و هناك شب غشبت احترم روحك هي��ونه ها شناه اللüsان لا، يعني هو إنسان غير محترم شباب تجربة افتماعية شباب بس اسمعوني شباب 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 هيا هنا. أستاذ تعال هنا. أستاذ تفضل يمي. من هنا؟ تفضل لي. الحمد لله السلامة حتى عليك استاذ عن كسرة من قطعات. نحن كنا في التجربة اجتماعية تتكلم عن ظهرة التحرش للبنات. مبدئياً شنو رأيك بظاهرة التحرش؟ دمرنا. من هو التحرش لو مسار؟ حاضر الولد. ماذا يتحرش بالبنات؟ دمرنا روح وحسب الوقت. روح وقص بالفرح. أخر شيء قلت لدينا وقصتها وقصتها. فأبتر منات أجد شيء علينا. أنه س Gallo منا. أنه استعداء الرقم يمكننا الكثير من دور شاب العراقي الذين يتتحرش بالبنات؟ دور البنت الإتتحرش بالبنات. أهموياكم هاي العادة هاي العادة يعني وقهر سلبية سلبية حيل وقهر سلبية حيل زيان وتأثر على المجتمع الشباب يعني بصورة عامة يعني لا أقصد ليش على الشباب يعني فهواء يأكو يعني هواء يأكو هاي الشباب بس أنصح من نصيحة أنه هذا الشي ليسوا إحنا عراقيين إحنا غيراتنا فوق الكل يعني فوق الدول يعني باغين زيان وإحنا نريد أن نوصل الرسالة أنه صالفة التحرش تصير متعم على كل المجتمع ولا على كل الشباب الموجودين عدنا أكيد أكو الشباب الزين وأكو البنات الزين وأكيد العكس همين موجود داخل المجتمعنا العراقي ولكن نحن كظاهرة التحرش سنة عن سنة تزيد تتطور الأساليب تكثر ما التحرش إذا ما يقدر يتحرش به هو قاعد بمكان بلوتوف ما يقدر يعني أكو شي حكة بجسمه لازم يتحرش بالبنت صح صح أكثر هاي الحالة تطلعين تشوفين حتى بنيا ما قاد ترتاح ستتطلع بالشارع بنيا ما ترتاح حتى السوق بسيارة وأيضا أكو صالفة أنه البنت لما تنشي بالشارع أكو سيارات توقفلها تعي سعدوا يا تعي مدر شنو صار كامل يصروا من وراهم صار الزحام من وراهم بس أنا أقول أكو جهة رقابية براها الموضوع يعني أي واحد مثلا يقف على البنية مثلا تدخل مثلا القوات الأمنية تقدر تسحب من عدهم وصرق لهم عبره بس احنا من عمع الشباب بس أكو بعض البنات ينطون مجال للشباب أن يتحرشون بهم وينطون يفسحون لهم المجال أن السيارة توقف لهم أن يصعدون وياهم أو هالأمور مثلا كل من مثلا عقل براسه كل من يكون عقل براسه يعني مثلا مثلا الواحد مثلا نحن نطلع بالشارع نشوف هذن أخواتنا أمهاتنا زوجاتنا بالشارع كليتنا فما لا داع مثلا بالنسبة زوجاتنا هذه الظاهرة أنا حتى زوجتي موظفة يعني أقسم بالله حتى خاف عليها تروح دوم بالمستشفى عمدن البيطار فعاد بعدين تعودت على هذا الجو أنه قامت تروح الدوام وترجع فما أسأل عليك سواء الأهم شيء ثقة تكون موجودة بالموض طبعا أنت ذكرت المتزوجات أو المتزوجين هنشوف الولد المتزوجين اللي هما الرجال الكبار بالسن حتى الظغار المهم هم ممتزوجين ولكن تحرشهم يكون أكثر من الشاب العزابي سولة صارد هاي سولة عد البشر يعني هذا يعني كبار بالعمر كلش يشوفهم بالشارع والله العظيم يتحرشون شعرم شايبها منو شعرم شايبوا طيب آني كلش أسفع الشي اللي صاروا إياكم ولكن قبل معنهم إياكم عندي أخير سؤال لكم هنت قبلوا نعرض الحلقة لأتكم مشكلة لا لا عادي بسر نعتذر من الولاي أكد طبعا عندك مشكلة بالعرض اذا تأذلت تعرضوا شكرا لأ لكم آني كلش أسفع المرة الثانية تقدروا تأخذوا شيلة منوزع هذا احنا كلش ويا حنوك ونشيلة الرقم آني جيت عليك دا تضحك عليك نور ترا صدو والله شوف ياسم دا تضحك بس إن شاء الله هاي ظاهرتنا من خلال قناتنا وزاكروس وبرنامجنا إن شاء الله توص آني قمت حتى معافحتي من وراء البرب راح عافك لأد شكرا لك مسار نور آني جيد ريليت أضععك ضعك 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 أحاولت لاحق لك شكرا لك حننقض شكرا لك شكرا لك مسار مشاهدين الكرام لهنا ننتهت هذه الظاهرة ولكن رسائلنا ما انتهت أكيد البنت لها الحق بالمجتمع وحرية اللبس وحرية الحوار وحرية الجلوس بالأماكن العامة أكيد لازم نضايق البنت بهذا الموضوع وننطو حريتها الكاملة في المجتمع أكيد تحسبوا أن هذه البنت ممكن تكون عرضكم وأخدكم وشرفكم بنفس الوقت شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعة ولكن أكيد ما انتهت ظاهرنا ولا انتهت مشاهدنا انتظرونا في مكان آخر وفي رسالة أخرى لهنا نكون وصلنا لختام حلقتنا من بعد مشاهدنا ظاهرنا العميقة من داخل مجتمعنا ظاهرة التحرش وظاهرة الابتزاز وظاهرة التقصير بحق العائلة والأسرة الكريمة أكيد كلها ظاهر من داخل المجتمع العراقي نحاول القضاء عليها أو التقليل منها لهنا وصلنا للختام وفي ختام الحلقة لا أنسى أشكر أزياء الحرم لك على هذه أطلال سيئة جميلة وأكيد انتظروني في حلقات أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا